اشتركوا في القناة 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 علوم القرآن واحكامه بالجامعة المواطنة بمدينة مراكش وهذه الجامعة يمتداد للجامعة الشابية السابقة كذلك استاذ متطوع عن بعد في ما يتعلق عن بكلية الشريعة والقانون باقادير في مواد وهي مادة علم القرآن واحكامه علم الحديث وكذلك الشريعة ايضا وكذلك مدخل القانون وغيره وكذلك السيرة النبوية والفكرة الاسلامي لمجموعة كبيرة من الطلبة إذن رحلتي مع القرآن الكريم في الحق كانت بداية عظيمة وعجيبة سبحان الله لأنني بدأت القراءة أو حفظ القرآن الكريم أو دراسة القرآن الكريم وقد تجاوزت العاشرة من العمر تقريبا 11 سنة أو 12 سنة تقريبا ودخلت إلى المسجد وسبب وكنت أنا دائما أحب سماعي للأغاني وأقلد كذلك بعض المغنيين ما يسمى بالأغاني الشهبية وكان لي صوت حسن ودات يوم دهبنا إلى عرس مناسبة عرس وسبحان الله طلبوا مني أن أغني أغنية ولا زالت كانت مشهورة عندهم ويدكرون بها لا أريد أن أذكر بدايتها حتى لا أذكر من الماضي يعني الإخوة الذين سبقونه بالماضي فعجب الجميع بصوتي وكانت صفيق والرس وكذا وسبحان الله وسبحان الله مما أذكر هذه من المستملاحات فإذا بيعنا واحد السيدة من النساء سلمت لي واحد ما نسمحنا الشفنجة وكان الشفنج اللي يدوره شيئا ما هو الشفنج كبير ونظرنا أننا لأنه في الجوع بذكر الصغر السين وكذا فقلت ما أني الشفنجة يلا بني بدأنا أكون فيها شوية قالوا لي يلا عاود غني لنا شيء أغنية وكذا وعطتني واحد المرة شيء ما أجدرها هام ولا أجدرها هامين مهم وأنا ندير هادك الشفنجة درتها في القبة دياري وطبعا أنا فيها لأنك كان في هادك الزيت وفي هادك الدسام وذلك شيء فأنا بديت كان بديت كان تنغني شوية كذا وتندير المصرع وذلك شيء مهم ومهم الشفنجة ما أديت أشياء القبة دياري وليه كله يعني الزيت وذلك شيء وكان شوية العجاج وكي يطلح ذلك العجاج ذلك شيء فإذا بأنهم تقولوا لي شوف شوف أبوش فنجة أبوش فنجة وهكذا كان واحد اللقاء فلتقيت مع واحد المجموعة من طلب من التلاميذ سوّلتهم قلت معين أنتم قالك هنا رحنا كان قرأوا القرآن الجامع ورااك وكذا أن ديك المسآلة جاء لنا الجامع لأن المسجد أو المسهيد أو الكتاب وهناك يقولون الشيء بالجامع ما لدينا كلمة كتاب إلا في هذا الدبع حاليا اللي قديم يسمى الجامع الجامعة تتصل فيها تتقري في القرآن وهنا تتصل فيها الجمعة تسمى جامع هنا كنت تقسيمات وهي ما نتقط يسمها المسهيد في المغرب وما نتقط تسمها الكتاب وماركت اسمه الحضار إلى غير ذلك والتقسيمات هي المتدونة فكان يوم الأيام ذهبنا إلى واحد المكان كانوا تجمعوا الناس وكي اسمتوا وكي تلبوا الشتاء وكي دبحوا شي دبيحة وكذا فأنا المهم بعد العكل وكذا فإذا بي واحد الشاب قال لي رأى عمك جاء وكان عم يعززه لي وهو مرباط رحمة الله عليه قال رأى جاء ومسأل الله تشوفه هو هذا الشاب لا يريد مني أن أذهب إلى عمي وإنما يريد مني أن أذهب معه أو أن يأخذني إلى المسجد سبحان الله فعندما ذهبني إلى مكان مفرق الطرق أردت أن أذهب إلى عند عمي وهو يذهب إلى المسجد فقال لي لو ذهبت معي إلى المسجد فإن في المسجد أي في الجامعة أنت تقول الجامعة ما يوجد فيه ما وجدناه وما أكلناه من لحمين وكذا في هذه المناسبة فأنا قلت لها هذه الزردة الثانية أنا كنت عززة لي الزردة وما زل ما قريت قبل ما كان عيدك الحب لك عند حملة القرآن لي أنهم يحبون الكرام والحب لله المغاربة أنهم معروفين بالكرام ويكرمون حملة القرآن نسأل الله أن يديم عليهم هذه النعمة وأن يديم هذه النعمة علينا جميعاً فذهبت معه عند المسجد عند الدخور إلى المسجد فقال لي كلمة قال لي إذا سألك الطالب ونحن نقوله الطالب هو الفقه هو المدرر قال لي إذا سألك الطالب ليس جئتي قول لي جئت نقرأ ما تقول لي جئت بيتناكل فأنا دخلت لجي لقيت دوك التلاميذ اللي في ذاك المناسبة اللي كنت تنغني فجأت نشفينتها قصة فقالوا لي فرحوا أنا فرحت أنني وجدتهم نسيت وعمي ونسيت ذا شيء فأتمنيت أنني نجلس معهم كذا فقال لي الفقه الإمام رحمة الله عليه السلام الرحمن الريحاني من هذا المنبار أدعو الله عز وجل أن أغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وعن جميع شيوخي الأفاضل الذين التحق بالله عز وجل ومن بقي في الحياة صلى الله أن يطيل في عمرهم فهذا الشيخ قال لي فكتب لي الليف الليف من الألف إلى الياء يعني حرف كاملة أنا لم أعرف الألف في حياتي وأنا قد وصلت إلى 12 سنة ولم أعرف الألف فكتب لي هذه اللوحة ونظرت إليها فإذا بدك التلاميذ اليوم تحبوني خافوني لا يغلبني هذك اللوحة ونخرجه ومن قصر رجع ولا واحد يقول لي أجي ندوز معك ندوز معك ولا واحد من واحد وواحد فأنا لم يكن ما مرت الساعة إلا وقد حفظت من الألف إلى لي حفظت كل هذه الحروف وتصورات في ديني فإذا بالفقه أجبوا ذلك الشيء النهار أخر لي بنخرج هذا التلاميذ الي جابني وسبحان الله هو لم يتم حفظ القرآن الكريم وخرجه وهو الحمد لله الآن في عمله هذا الشاب قال لي مني بنخرج أنا ملقيتش خافني لنتقلق ما نجيش نهار تاني وأنا غاد نجي لأن ألقيت ذلك التلاميذ الي بغيت لقيتهم غاد نجي قال لي يشوف كل أبديالك يعطيك شي حاجة باش تجيب هاللفقه وراح نعم سير غدار يقدر يكون هذك الأكل لي كنت لك ما كنت طبعا جيت جيت لعند الأب ديالي وقلت لي قال لي وكان أبي فقير رحمة الله عليه محمد بالمكية يسمى بالدهن وأنا كنت يعني كي قلية الدهن تبعا للأب ديالي ومعروف أن في المنطقة الدهن ولا الدهن وكذا حتى الحمر لم أكن هذا الإسم اللقب العائل الحمر لم يكن معروفا عندنا إلا مهد مهم ذهبت عند أبي وأعطاني الدرامان وذهبت بها إلى الفقه اليوم الثاني فإذا الفقه إنه لما أخذ ديكسترام عايث عليه الفطور وطبعا أن العسرة ديالي كانت فقيرة وعندما ذهبت إلى الفقه في ذاك البيت فإذا بي عندنا جابوا الخبز ليه وبزيت العود وكانت وذك شيء وقلت هذه ضالتي لذي كنت أبحثت عنها إذن أنا فسبحان الله كانت بداية وكانت إني سبحان الله مسيرة موفقة في حفظ القرعة الكريم فما هي إلا شهر أو سنوات قليلة حتى استظهرت 21 حزبا على الشيخ من هذا المنبروحي وهو عبد المجيد المرضي وهو إمام مسجد القارويين ومدير المسجد دير القارويين وهو فعندما قرأت علي من ولقد وصلنا إلى سبيح إلى من الجنة والناس قال الفقه السيد عبد الرحمن الدهن هنا كان يقول قابوني بالدهن رأيت يحفظ إحدى وعجينا حزب كامل أرى كامل أحفظ أرى ما تيتحش فيها قال وفس كله لي فجاء الله عزوج لجاء فتح وكان عندي فتح ثم مرت وحد المدة عند هذا الفقاد السيد رحمن ريحان ونزل عند رغبتي الصاهرين على القناة من أجل أن قرأ ماتي صار من القرآن الكريم برواية قال بمد بقصر المد المنفصل وتسكين من الجمع أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك إن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون الله يستهزوا بهم ويمدهم في طويانهم نعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم بالنسبة للشيوخ الذين حافظتوا عليهم القرآن الكريم فأول شيخين رحمة الله عليه وهو السيح عبد الرحمن الريحان الريحاني بدور سعدل المنطقة دينا ثم انتقلت إلى مدينة شيشاو عند الشيخ الحسن الحافظي وكذلك بعد إني إلى منطقة سميتة التويبية عند الشيخ السيح بالمولى ثم بعد ذلك انتقلت إلى منطقة السراغنة بالضبط ببشواريات عند الشيخ عمر مشموم رحمة الله عليه من عجل القراءة القرآن بالطريقة السطرية هذه السطرية دي لأنك لما تحفظ القرآن الكريم تتكون عندك لابد أن تتقين ما يسمى بالسطرية السطرية وهو السطر الأول كله تكون عندك المتشابه دي القرآن الكريم كل المتشابهات في القرآن الكريم ستكون عندك مثال بحل الحمد لله رب العالمين حمد لله رب العالمين رب العزتي رحمان الرحيمي لا رأسي خونه شي تراجمها كذا ما ريك يومي لا ريك ينظرون نعبود وغير الحملي جيمون عددهم لنا ثلاثة القرآن بحل أنا عمت خمسة في القرآن مثال نحن نقول لهم نصص لدي الحمد لله تلقى وحرمنا ومن قنوة ما خلقنا أنا عمت بالنصبها كفى خمسة إذن هذا كنت تسمى السطرية في القرآن هنا ستنحيز بكلها تتكون عندك نصبها فبعد ذلك وقبل أنني الحمد لله كنت تابعت عن شيخين السيل الحافظة إذن درست عليه الفقه وكذلك درست عليه النحو ودرست عليه كذلك بعض الكتب بحلمية الأفعال والبلاغ وغيرها كذلك أنني درسته في المدرسة العاتيقة وهي تعتبر هي المدرسة الأم دينا وهي مدرسة سيد حمد بن حميدة ودرسته إذن على الشيخ السيم حمد دمسيري درسته عليه الفقه المالكة إذن ودرسته على الشيخ أنا داك كان السياب الحميد الدمسيري اللي هو مسؤول على المدرسة العاتيقة بأسفي كان أستاذا وهو الذي درست عليه تجويد القراءة الكريم كما درسته عند تجويد القراءة الكريم إذن على الشيخ عبدالهدي حمدته وهو من القراءة الكبار دينا الأسفي وحاليا لازلت أدرسه أيضا القراءات على الشيخ عبدالله عيش بالمدرسة العاتيقة سيده لي أم عاشو كما درسته أيضا قراءات سنين المقرأ لإمام نفي يعني الشيخ رحمة الله عليه الحسن عادل وهذا بالأخص إتقان قالون من طريق أبي نشيط الحلواني لتذكر أنني أنا أحفظ القرآن برواية ورش من طريق الأزرق والسباني وكذلك من طريق قراءة قالون من أبي نشيط الحلواني وكذلك حفص عن عاصيم وكذلك قرأته إذن ختمة بالمكي بالإفراد ليس بالإرداف أيضا والآن حاليا أدرسه على الشيخ عبدالله عيش بهذه المدرسة إذن ذهبوا عنده أسبوعيا أقرأوا عليماتي السارة من القراءة الكريم من أجل أن أحصل على إجازة لأن الشيخ عبدالله عيش للتذكير هو الشيخ القراءات القراءة العشر الكبير والصغير وكذلك قراءة السبع وهو من القراءة أو المشهورين الذين يعني كرسوا حياتهم من أجل نشهر العلم كذلك تدرجته من أجل الحصول على بعض الشواهد العلمية أيضا حاصل على الإجازة في الشريع القانون وحاصل على إجازة الشيخ في الفقه المالكي من الشيخ عبدالرحمن عليوي وكذلك حاصل على الإجازة في الوصايا والموارد أيضا من الشيخ حميدة مرغيش وكذلك حاصل على دبلوم في المقامات الصوتية من الأستاذ ومصطفى تينار وحاصل كذلك في دبلوم التواصل ثلاث سنوات كلية لأذاب وحاصل على سنة ذلك المقرأة الإمام النفي حاصل على تكوين صحفي من هكذا تقريبا لمدة سنة حاصل على أدة شواهد في هذا الميدان هذا ثم كرست حياتي من عجلي أن أعلم القرآن الكريم لأبنائنا وفلات كبدينا وفي الحق أن هؤلاء الشيخ الذين درست عليهم ومن بينهم السابد الرحمن الرحيحاني كان دائما إذا ذهبت ورجعت إلى البلاد واتيت للزيارة يسألوني كم من ترميد يحفظوا عندك القرآن السيميلوت بهذا الفتكالكنيسة ونظرا لأهمية غيرة ديالة الفقادة رحمة الله عليه حاولت أنني أكرس حياتي تطوعا لتحفظ القرآن الكريم ولازلت اليوم أذهب إلى المدرسة العاتقة بصفتي أستاذ منشط طربوا فيها ولكن أذهبوا إلىها وصححوا بعض الألواح وستمعوا إلى التلاميذ وهم يقرؤون علي بعض الأحزاب ديالهم وغير ذلك وهذا من الفضل الله ومنه سبحانه وتعالى كما لا أنسى الشيخ العظيم الكبير السيم محمد الكنتاوي صاحب المسيرة في سنة 82 و83 مثال القرآنية هذا الشيخ الذي درست عليه لمدة سنة في مسجد الحسن الثاني وكان يوجهني دائما بتوجيهات نيرة وعظيمة سبحان الله ومنه استفدت كثيرا ومن هذا المنبر أنه وجهه له تحية إجلال وإكبار هذا الرجل العظيم كما ذلك على أنسى الشيخ البشيخي الذي يساندني دائما إليه من هذا الشيخ أحمد البشيخي يساندني من هذا دائما بتوجيهاته ويطلب مني أنا زيدا وعين منك هذا ويساندن بجميع تجفاه وحفظه الله ورعاه إذن أذكر لك أستادي واحد المسألة نسيتها قبل قليل أنا أذكرها وهي مهمة جدا عندما كنت أدرسه في رحلتي مع القرآن ذهبت إلى واحد المدرساء وبدأت أقرأ فيها القرآن الكريم عندما بدأت أقرأ القرآن أنا وشاب ينتلمين معنا لم يكن أي شيء انك تحصل عليه من عجلي بس ضررا ما قديع لك بينما كانش ما يميتك فداعنا عند خارجة وعصيدة ووضعت لنا تشيشة منتبوخة تشيشة اللي طحنطها لنا نتابع لنا كنتسموه聯ح يا وحنا نسموها تشيشة منتبوخة ويعدما نسموها تشيشة العصيدة فهذا تشيشة المتبوخة كنا كنت ندرجها في الغزايا في الغزايا في فطور فطور الغزايا الأرى دائما فإذا بعنا نحن صبحنا كنقوله هنا ما بقينش ستطعناها ففكرت واحد الفكرة واللي تقدير لها الصباح كندير لها شوية الملحة بعد المرة كندير لها السكر بعد المرة كندير لها تحميرها باش تولي حمراء نغير له هذه الألوان والمضوخ كذا وتنكلها هذاك سعلي أنك الجو وصبرنا على حفظ القراء الكريم لأنك القراء الكريم باللوحة والصباح وإلى يومنا هذا ما زال الآن نضررش كذا الحمد لله اليوم المضارس العاتقة ومن هنا أوجه تحية إجلاله أكبر لجميع الغيورين على هذا الميدان ديال تعليم العاتق وفي مقدمتهم أمين مؤمنين نصره الله وإيده سأل الله عز وجل أن يحفظه في نفسه وأوليه عهده وجميع أسرطه من أضل من برادة مجه لأنه الآن يرعى وهو الراعي الأول للي كانت تنتب قرآن ولمضارس العاتقة ثم وزارة العقافة الإسلامية تابعة لتعليمات السامية للمؤمنين اليوم الحمد لله أن المضارس العاتقة وفيها القرآن تتقرأ وولت فيها أن الطالب يوجد ما يكون كذلك المحسنين ومن هنا وجهوا تحية إجلال ويكبار لجميع المحسنين الذين ينفقون أموالهم على أهل القرآن في هذه البلد الأمين وأطلب منهم أن يستمروا في هذا الخير لأن الذي ينفقه على القرآن فهو يحب كلام الله وإذا كنت تحب كلام الله فأنت تحب الله وإذا كنت تحب الله فالله يحبك فنصيحتي لك ونصيحتي لجميع المسلمين أن يهتموا بقراءة القرآن الكريم اليوم الحمد لله أن قراءة القرآن سبحان الله أصبحت سهلة في حفظها رقديم كانت يحفظ القرآن لعلى 20 سنة ليحفظ القرآن اليوم عندنا طلبة لحفظ القرآن في سنتين حفظ القرآن في المدرسة عندنا أيضا حفظا كاملا جاءوا لا يقرؤون ولا حرفا واحدا وأنت أيها المسلم أيها الأب وأنت أيها الأم خاطب الأم خاطب الأب لأنك أنت الآن وخاطبكم لأنكم ينبغي لكم أن تحرصوا على حفظ القرآن أو تحفظ القرآن لأبنائكم ويكفيك انفخرا وشرفا أن هذا الإبن إذا حفظ القرآن الكريم فسيوضع لك تاج يوم القيامة عند رب العالمين وتفوز بجنات الفردوس الأعلى مع سيد الأولين والآخرين ويقال لابنك يقرأ ورقى ورطل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وليكن في علمك أن ابنك ستكون أنت معه في هذه الدرجات العلا فلا تبخلوا على تعليم القرآن لأبنائكم على بعض الشيوخ أو على بعض المواقع ديول الأنترنت أيضا أو على مواقع الواتساب والفيسبوك وإذا تفرغت للقرآن تفرغا خاصا فهذا أولى وأفضل كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا آمين لا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا من موت المسلمين إلا رحمته اللهم اغفر لآبائنا وأماتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وجيراننا ولمن وجميع لمن له الحق علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم أو انقلهم من قل ضيق اللحود اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقضي حوائجنا اللهم اقضي حوائج جميع المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفسك رب المكروبين واخضي الدين عن المدينين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تتقبل من الصيام والقيام اللهم تقبل من الصيام والقيام اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان من النار اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان من النار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار اللهم احشرنا مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الشفاعة اللهم إنا نسألك شفاعة سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل من إخواننا هذه المجهودات اليادي في هذه القناة اللهم اجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آني وصحبي أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموصلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة